تلامذة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من مكون الخط وعنوان درسنا رسم حروف متشابهة فدرسنا موجود في الصفحة 140 من كتاب القراءة الآن قوموا بفتح كتاب القراءة على الصفحة 140 لاحظوا معي من فضلكم النموذج الخطي الموجود في كتاب القراءة وموجود كذلك على شاشة هواتفكم هو نفس النموذج الخطي لاحظوا معي الحروف المتشابهة التي سوف نكتبها هذا اليوم هي حرف الفائ وحرف القاف هذين الحرفين متشابهين من حيث الكتابة والفرق الموجود بينهما هو فرق بسيط فحرف الفائ يشتمل على نقطة واحدة فقط أما حرف القاف فهو يشتمل على نقطتين إذن سوف أقوم بقراءة النموذج الخطي فا قا قو قالت طام الشجرة تلطف الهواء فحرف الفاء وحرف القاف يخدعان لنفس المقاييس نصعد خط واحد للأعلى في حرف الفاء وحرف القاف كذلك سوف تقومون بكتابة النموذج الخطي في كتابكم المدرسي على الصفحة 140 ولا تنسوا يجب عليكم أن تكتبوا بخط واضح وخط جيد وتلتزمون بمقياس الحرف نصعد خط واحد للأعلى سواء في حرف الفاء أو حرف القاف انتهت حصتنا لهذا اليوم نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله لا تنسوا نصيحة لكم إلزموا بيوتكم للحفاظ على سلامتكم دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء يا صغار